احتج العشرات من المواطنين في ساحة العروض بمديرية خرمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن احتجاجا على تدهور وترد الأوضاع الخدمية والاقتصادية ورفع المحتجون في وقفتهم شعارات ترفض الفساد وطالب بإصلاح الخدمات بما في ذلك خدمة الكهرباء التي تشهد تدهورا وانقطاعات متكررة لفترة طويلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونشد المحتجون رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسرعة النظر إلى مطالبهم بعدما آلت إليه الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة نتيجة الفساد والانقسامات والصراعات التي راح ضحيتها المواطن